بسم الله الرحمن الرحيم الإشكال هو في الأفعال ليس في الأقوال فعندي أنا الأفعال التي تعد تشريعاً الأفعال التي لا تعد تشريعاً أما الأقوال أتهينا منها نعم الأقوال فيها تبليغ طبعاً بتكلم به فهو تبليغ الفعل البياني الفعل الذي يقع في موضوع البيان التشريعي أداء صلاة فقام فأدفى وهكذا طيب هناك فعل آخر لا يحضر فيه معنى البيان هذا الفعل على ما يحمل يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ففعل فعلاً يحتمل أن يكون بياناً واحتمل أن يكون بياناً مثل مصالحة أهل المدينة على ثلث الثمار خيبر على ثلث الثمار المدينة فاليوم مثل هذا هل فعله بكونه مبلغ عن الله أو بكونه إمام واضح؟ يحتمل هذا وحتمل هذا مثلاً التي لها وجه ما رحقول سياسياً أفترض أنه لها وجه الوجه غير بياني هذا واحد عدم تعليق الشارع عليه صار فعلاً بيانياً طيب في أفعال أخرى مش سياسية يعني تحتمل أن تكون بياناً وتحتمل أن لا تكون بياناً هذا الفعل الذي فعله النبي عليه يعني ممكن تكون تشريعاً وممكن أن لا تكون تشريعاً وما جاء سياق البيان البيان الواقع التي تقتضي الإجابة هذا هو حادثة تستدعي البيان فجاء الفعل يكون بياناً ما في حادثة تستدعي بياناً فجاء فعل يتردد بين البيان وغيره كالفعال السياسية مثلاً يكون على هذا النوع مثلاً قبول النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مهر زوجه ودفعه هو رجل بعيد في مكان آخر يعني هل هذا تشريع ولا غير تشريع شوك سيسم جاء بيان ما نبيان يعني ما في واقع تقتضي بياناً أنه النبي يريد أن يبين لهم ما يتعلق في المهر فقال هذا مهري مثلاً قال صار قول مثلاً فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بقبول مهر زوجته الذي كان قد يعني أمهرها إياه النجاشي طبع هذا يمكن أن يكون بياناً ويمكن أن لا يكون بياناً مثل هذا كونه ما يجي شيء من الشارع يعلق عليه إذا أن يعد بياناً عرفت جهته أي فصار يعني أنت تقتل كلمة بدأك شرح اللغي الفعل الذي عرفت جهته يعني حكم بأن جهته صارت بيانية ما يعني الآن غير واضح ما هو الفعل هل هو تشريع أو هل هو تشريعي قضينا على أنه تشريعي بسكوت الشارع بإقرار الشارع خلني أقول عرف كيف عليه فصار قد عرفت جهته بهذا الوجه أما هو بالأساس متردد مجهول ما أنه بياني مش مو أنه بياني عفواً يتردد بين أن يكون وأن لا يكون تضحت الفكرة ولا فيها غموض شوي الفعل البياني واضح الفعل غير البياني الفعل غير لحشي كلمة الذي عرفت جهته الفعل الذي لم تكن جهته معروفة على أنه بيان ثم عذدناه بياناً مثل الأفعال السياسية مثل الأفعال التي لم تأتي فيها مساق البيان وما جاء تعليق الشارع عليها هذا الأنمط نعم التعبير عنها نغيرها نغير العبارة عن العبارة ما التردد بين الجبلة والشارع أظن واضح هذا هذا واضح طيب هل فيه سؤال آخر أنا كان بدي أخونا يكون موجود ما إجهون أخونا أبو صالح الباز اللي هو كان عنده إشكال بالفكرة بالفكرة هي لا هذا يعتبر من الشرع مؤيد بالقول من كان له شعر فليكرمه ومن كانت له لمة فليكرمها طالما نحن نتكلم الفعل العري الفعل المؤيد بقول صار القول هو الأساس فيه صار القول هو الأساس فيه واضح إطارة الشعر من كان له شعر فليكرمه ومن كان له لمة فليكرمه هذا إقرار مش التصريح بالإذن الشرعي في إطارة الشعر تصريح قولي النبي كان له شعر وكان له ضفيرة عليه الصلاة والسلام وحلق رأسها كان مر بالأحوال كلها يعني فأنت تتكلم عن إطارة شعره نعم يكون مترددا فيما لو لم يأتي قول لذلك يا أخوان معظم اللي عم نطرحه معظم اللي عم نطرحه فيه انتقاد يعني إلا ما يكون له وجه من هنا ودقيق في السنة إلا متأتي يعني لكن على وجه التمثيل يذكر المثال مع وجه التمثيل فقط فربما يطلع لنا مثلا قضية ما بعرف المصالح إذا فيه شيء قولي خاص فيها مثلا إذا كان فيه شيء حديث قولي جاء فيه كمان راح طلع المثال براني ماذا المثال ماذا المثال أقصر هذا المثال أقصر لكن فيه أمثال أنا في الواقع يحتاج عودة إلى المصادر حتى نصل إليها ولحنا في لقائنا هنا ما نريد أن نقف عند الجزئيات اللي هي جزئية أصولية الوصول إليها بسهولة بالكتاب بدنا نشكل الفكر الأصولي هذا القصد طبعا ما فينا نجاوز بعض البعض المسائل الفارق اللي عن نذكرة هون بدنا توضيح فأنا مع سؤالكم عن هالقضية بس ماني مع مفردات لسألت لقد مثلا أنه وين السنة الزائدة ما ذكرناها وكثير أشياء ما ذكرناها فخلنا نقفز عنها مشان نمشي ليس عطاءنا عطاء أصولي عطاء فكر أصولي نحن بهالنقطة السنة ملايك تشريعا الجبلية والخصوية وطباتهم منها موارد قولا نعم يعني أعتقد أنه السنة النبوية لا بالفعل هذا السنة عن الفعل واضح سيديك بس أظن يوجد أقوال حتى فيها حتى فيها سنة قولية نعم لكن السنة أصلا منها تشريعا حتى يكون كلام منطبيب هذا مضوع آخر بس أنا أتكلم عن المزبوري هنا الكلام المكتوب الأفعال الجبلية ليست أقوال الخصوصيات ليست أقوال الخصوصيات والأفعال الجبلية هذه أفعال خبرته البشرية طبعا تتشخص الخبرة بصيغة وبالتالي وبالتالي لاحظ معي سؤل عن كذا فأجابها كذا سؤل عن كذا فأجابها كذا يعني فهل هذا الجواب هو قول ولا هو فعل لاحظ معي وهل هو ما كان من الخبرة البشرية من هذا الصنف لا أعرف أنا زي في عندي مثال قولي للخبرة البشرية أو لا فالمسألة هون هيك مساقة لكن هل من السنة القولية ما لم يكن شريعا يعني الآن كيف تشخص الفعل اليوم اللي هو عبي أبره النخل فسأله فقال أفعله يعني فالسياق سياق فعلي بده يتشخص بالقول هذا النوع بده يتشخص بالقول وهو نفس الخلاف الإصلاة لما قال والفعل حجة بدليل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي هل هذا قول ولا فعل قول ولا فعل هذا قول يعبر عن فعل فمن هذا الباب يعني نعم لكن إذن نحن اختلاف في تصنيفه لكن يأتي السؤال الثاني هل من الأقوال ما ليس سنة هاي مسألة ثانية جديرة أن نبحث فيها هل من الأفعال هاي هي ومن الأفعال ما يتشخص بقول واضح تمام واضح تمام أنه ليش الفعل لا يعد بيانا للحكم لأن الفعل لا صيغة له بخلاف القول له صيغة الفعل لا صيغة له لذلك ما في عموم بالأفعال عند الشافعية عند الجمهور ما في عموم بالأفعال حتى عند الحلفية هناك من خالف في شيء اسمه الأموم المعنوية ندخل لا تفي في بحث الأموم إذن خلينا نطلع بفائد من كلامنا هذا هل هناك من الأقوال ما لا يعد سنة مسألة جديرة بالدراسة يعني مسألة جديرة بالدراسة هذا اللي ممكن أضيفه نعم نأتي بعد ذلك إلى الإجماع الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصر النبوة على حكم شرعي إذن هو اتفاق مجتهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصر الرسالة أو في عصر عصر بعد عصر النبوة على حكم شرعي بعضهم قال مو و lendراء يكون حكم شرعي على أمر ما ورح وذلك هذا كله صح لكن هذا الإجماع العام مو الإجماع الأصولي هذا كلام عن الإجماع العام وليس عن الإجماع الأصولي طيب الإجماع يعني الإجماع في الحياة إجماع الأدباء إجماع الكذا نحن ما بيهمنا فالذلك نربطه بحكم شرعي مشان يكون دقيقا يعني الفقهاء عالتان ينأوا عن الدخول في القضايا الحياتية إلا بالإجماع راح تعرضوا لمسألة لا علاقة لا بالتشريع فرأوا أنه كل ما يتعلق في ذلك يكون من هذا الأمر الإجماع في الواقع قوته جاءت من اتحاد إرادات المسلمين وهنا يراد فيه أهل اختصاص طبعا واتحاد إرادات الأمة هذا يعني سواد الأمة هذا سواد الأمة وهذا له دلالة طبعا هذا له دلالة بس ما له دلالة أصولية دلالته بالمعنى العام للدين الدلالة الأصولية هي اجتماع المجتهدين فينبغي أن يجتمع المجتهدون وبعد عصر النبوة وأن يقع منهم الاتفاق وعلى حكم شرعي ما بعرف عندكم مثال لهذا أعطونيها أنا ما عندي مثال أنا ما عندي مثال أن يقع بانتفاق بهالمعنى يعني واحد يقول لك أنه في اجماع المسألة يعني أعطيني أقوال فلان وفلان 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 أهل العصر ما فيه هيك شيء يعني زمن الصحابة حتى زمن الصحابة يعطيني حتى زمن الصحابة على الإجماع بمعنى بهالمعنى اتفاق مجتهدية أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف شكل اتفاق كيف عبر انتفاق بقول أو غير بقول واللي ما قال شو يعاد ولا لا يعاد ولا يعني وأحصينا ولا ما أحصينا يعني فيه شيء كبير لأنك كان الشافي يرفض هالكلام والإمام أحمد ويتكلم عن لا أعلم لهم خالفا قولوا عامة أهل العلم يعني بهال معنى إيه هذا ما قبول أما الإجماع بالصيغة اللي حكوها لذلك من رفض الإجماع كأهل الظاهر قالوا فقط في عصر الصحابة من أجل هذا الملحظ من أجل هذا الملحظ قالوا هذا الأمر لكن يعني أنا ما أنسف الإجماع أساسا أقول يحتاج نوع من التحوير تحديد لمفهوم الاتفاق ليس بالمعنى أنه كل واحد بعيني لا أعلم له مخالفا قولوا عامة يا أهل العلم كل اللي عنا كلهم يقول لي ما بنعرف قال هيك هذا قوله العامة عامة أهل العلم يعني أقصد مش عامة الناس أيوة فمثل هذا نعم ربما يكونوا تعبيرا دقيقا أما المعنى بالجنس والفصل اللي بيذكروه الأصوليين والله شوي بده إعادة نظر والله من أجمل لقول سيدي الأصوليين إنه دليل على الدليل وليس دليل أن في ذاته نعم يعني الأدلين ويكونوا تضافرين على أمهات الدين نعم هذا مجمع عليه تمام فهو دليل على الدليل تمام يعني هو دليل على الدليل يقصده المستند له مستند فهو دليل على المستند فيقوى المستند يخرج من إطار ظنيتي مثلا إلى قطعيتي الاختلاف إلى اتفاق عليه ولا حدالي هو المستند يكون قطعي أصلا نعم كلامنا أنه هل يقع مثل هذا الاتفاق والتعزيز للدليل بالصيغة التي ذكرها الأسلوليون هذا بحل إشكال بحل إشكال بده يعادة نظر والله سبحانه وتعالى أعلم وإن كان مسألة قديمة هي ممسرجية غالب المسائل المجمع عليها غير اجتهادية نعم يعني مثل عدد ركعات الصلاة الأمور هذا سيء ما يسمى إجماعا بقدري ما هو أنه هو متواتر في النص متواتر في النص فلا يخالف له لكن آن خلينا نتكلم في القضايا مثلا تضمين الصناع أجمع عليه هذا حصل أنه الفقهة يفتون بمثل هذا تضمين الصناع هذا يعني هل معنى في معنى إجمع لكن مو أنه كلهم ما عرفنا أقوال كل جيب لي فقهة المدينة السبعة وجيب لي غيرهم وغيرهم حطهم أولاد عصر واحدة دولي يعني تورا بدل منهم جميعا هذا الكلام واللي بعدهم واللي قبلهم فهذا الإشكال فيه نعم للإجماعي شروط متفق عليها وأخرى مختلف فيها من الشروط المتفق عليها أن يكون هناك إسلام المجمعين في تنصيص عليه واخترته في الذكر لشيء أساسي لأن الإسلام المجمعين في الواقع يدخل في إطار أنه المضمون ديني ونحن بنحكي عن قضية دينية نحن نتكلم عن قضية دينية اللي هي الإجماع في الفقه وبالتالي سيكون كذلك سمحونا لو انطلقنا نكملنا وتأخرنا على الصلاة ما عليش نصلي يعني لأخر الصلاة ولو نصف ساعة أو يعني أقل قليلا إجماع هذا إسلام المجمعين لابد أن يكون المجمعون مسلمين والكلام في مساق إيش؟ في مساق واحد ومحدد وهو الفقه المسائل التشريعية في الحكم التكليفي أما في الحكم الشرعي أما خارج الحكم الشرعي فلم يكن الأمر يعني هو اللي بده إسلام لا يشترطوا أن يكون هناك إسلام فيه بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا إجماع للعلماء مع وجود الوحي فالوحي هو اللي يعني يصوب أو لا يصوب قيمة الإجماع غياب الوحي قيمة الإجماع من غياب الوحي لطالما الوحي موجود هو بصوب ليش يجمعه طفا إذا غاب الوحي اتفاقهم كان تصويبا اتفاقهم كان تصويبا وأما ما عوجود الوحي فاتفاقهم لا قيمة له إن خالفه الوحي ولا قيمة له إن وافقه الوحي لأن الوحي هو الأساس فلا اعتبار للإجماع في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فيكون معنا بمعنى أنه هو عطى تزكية هذا الاتفاق عطى تزكية وهنيك الوحي كان يعطي تزكية للقول الوحي هو الذي كان يزكي القول وهنا الاتفاق هو الذي يزكي هذا القول فيظهر أثر الإجماع بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينبغي على الإجماع أن لا يعارض نصا ألا يعارض نصا يعني نصا في سياقه طبعا إذا عارض نصا في غير السياقه ما في إشكال أجمعوا على رخصة ما أجمعوا هذا عارض نص مثل مثلا إذا ضاقت بهم عرفة لازم أنه يصلوا يقف بعرفة فمن لم يقف في جمع فما أدرك حجنا فمن قابل يأتي طب ضاقت عرفة إجوا عشر ملايين يا أخي ما غضلوا يعدوا بها اتنين اتنين فبعض بالمكان وأجمعوا على جواز بقاء في مزللي في مساء بعضهم ما في مجال نهائيا ماذا نفعل؟ إجماع على خلاف النص لكن مقبول هذا الإجماع واضح لأنه على إجماع ليس على سياق النص على سياق آخر سياق الرخصة لأنه بتقلي والله النص بيقول أنه لابد من عرفة ومن لبيحضر جمعة يوم جمعين فلا حج له طب إذن هذا لا حج له طب أجمعوا على أنه له حج وخلي قاعد يا بمنا يا قاعد ومزللي في حولها يا مبعرف وين لا ينقطع عن عرفة متواصل مع وجود الناس هذا إجماع على خلاف النص لكن في سياق شرعي المقبول هو سياق الضرورة نعم فإذن بدنا ننتبه تماما عندما تطرح مثل هذه القضايا نجد أن أثر المقاصد واضح جدا المقاصد تشكل نوع من الضرورات نوع من الضوابط لكثير من الأحكام تعدد المجتهدين المجمعين عفوا المجتهدين بمعنى اللي هن المجمعين المجتهدين لازم أن يكون هناك من عدد من العلماء في مثل هذا الحكم المختلف فيها أن يكون عدد المجمعين عدد التواتر هذا إن كنا نرى للتواتر عددا تفقنا أن التواتر حسب اطمئنان أهل العلم كيف اطمئنه أهل العلم يكون أمر كذلك اجتهاد المجمعين هل يشترط أن يكون المجتهدين طبعا أنا تبنيت أنه كذلك فذلك يقول تعادل المجمعين بمعنى المجتهدين هو المنطق أن يكون كلام نعم لأن طالما نحن في قضية فقهية متخصصين وكلمة الاجتهاد اجتهاد ولو في المسألة لأننا نرى أن الاجتهاد يتجزى كما قال عامة الأصوليين بتجزو الاجتهاد فإذا كان الاجتهاد يتجزى فيمكن أن يكون المجتهد في مسألة طيب كيف بده يجمع في مسألة ليس مجتهدا فيها إن قضية إن الاختلاف في اجتهاد المجمعين سبب وشيء آخر الاختلاف في توسيع مفهوم الإجماع فإذا كان الاجتماع على مسألة ما وليس شرعية يمكن أن لا يشترط أن يكون مجتهدا وإذا كان الاجتماع في مسألة شرعية فينبغي أن يكون مجتهدا فالخلاف في هذا هو أساسه الاختلاف في تحديد الإجماع أيضا وجود المستند لابد للمستند من أن يكون حاضرا والمستند قد يكون مصلحة قد يكون مصلحة وقد يكون نصا قد يكون ضرورة هنا فلذلك لابد من وجود مستند وغالبا ما يكون المستند هو نص أو معنى نص غالبا ما يكون المستند هو نص أو معنى نص وأنا في الواقع يعني عندي شوية رؤية أنه الحديث عن المستند في هذه الطريقة في شوية تكلف يجب أن نجتهدوا هل سيجتهدون بلا مسألة يجب أن نجتهدوا في مسألة وكل واحدة بيننا الحكم في المسألة وفي مسألة بلا مستند إذا كان المستند شو ما كان مصلحة ولا ضرورة ولا نص فإذن يعني الحديث عن المستند يغطيه الحديث عن الاجتهاد اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصر رسالة في عصر من العصر على حكم شرعي قضية حكم شرعي يعني مسألة شرعية يعني اللي بدي يجتهد اللي بدي يحكي مجتهد يعني المحل هو هو النص أو ما يقوم مقام النص اللي هو في مستند يعني فذكره زيادة إذا حددنا الإجماع بأنه في مسألة شرعية يأكد يكون في مستند تحصيل حاصل يعني السبب وجود مثل هذه القيود هو الاختلاف في التعريف وتعميم التعريف والكل بتناول الاجتهاد على أنه قضية ما لا علاقة بال عفوا مش الاجتهاد الإجماع قضية ما لا علاقة بالفقه بس والقياس برضو كذلك لأنه في اللغة عندي قياس وفي المنطق عندي قياس طيب ليش ما تذكرون إلا القياس بقيوده الفقهية ذكروا الإجماع بقيوده الفقهية إنقراض العصر إنقراض العصر وهي مسألة نظرية كمان إنه لازم يكون قد انقرض العصر إذا انقرض العصر معناته ينعق يصح الاجتماع بيكون توافقة شروط الإجماع ليش إنه قد يكون واحد غير رأيه يا جماعة هذا لما بيكون عندي لستة واسمها المعروفة يعني مثل هذا إغراق في النظرية مثل هذا إغراق في النظرية إنقراض إنقراض العصر شرط ما بعرفون لحتى أحكم من إنقراض العصر لا لذلك يعني لا أزال أقول إنه الإجماع بده إعارة نظر فيه تعريفه وجعله إنه والله هو بالوصف اللي بذكره الأصوليون قول الشافعي وأحمد فيه بمعنى لا أعلم له مخالفا وهو قول عامة أهل العلمي فأظن هذا يعني هو الدقيق في القضية السؤال قول الشافعي وأحمد لا أعلم له مخالفا لا يلقى بهذا إلا درجة المصدر ولا يجعله من الإجماع مصدرا بخلاف الحالة يذكرها الفقهاء أنت أجبت عن جزء الأول بيحكي فيه بيحكي النقطتين الأولى ليست مشكلتنا إنه هداك موجود وهذا مشكلتنا إنه هداك غير موجود يحكي فيه الفقهاء مشكلتنا إنه ما يقول به الفقهاء عطيني مثال واقعي له عطيني مثال واقعي له أنه والله تم استقصاء الفقهاء الموجودين وعرفنا منهم من قال ومنهم من سكت وهو قادر على أن يقول أو له رأي فيها ما حصل هلشي حتى أقول انقرض العصر أو ما انقرض العصر وبالتالي أنت لست أمام أنه والله حالة أنه لا أرجعوني لهذا لأنه الكلام الشافعي لا يرقى لمصدر رجعوني هديك أنت عابد قول درجعك لوين لفراغ لأنه ما لموجود هلك هذا واحد اثنين ومن قال لك أن المصدر يشترط فيه أن يكون على هذا النحو الذي قيل إذا كان مذهب الصحابي قول الصحابي واضح يعتبر مصدر في صيغمان فما بالك بقول عامة أهل العلم في عصر من الأعصر واضح إذا كان أقل ما قيل في المسألة مصدر فما بالك بعامة قول أهل العلم ليس الإجماع الإجماع الشافعي الإجماع الحنبلي فإذا رؤية كلام المحدثين الأصولين في مهية المصدر لا يشترط في المصدر هالعلو أنه مثل القرآن والسنة فلذلك قالوا بأشياء أدوى من لا أعلم لهم مخالفة بكثير واعتبروها مصدر فإذا فكرة المصدر ندركها جيدا وهذا يردنا إلى ما قد ذكرته في اللقاء المنصرمي أن ما يعرف أن مستويات الحجية ثلاثة المصدر والأدات التشريعية والقرينة المرجحة المصدر مستقل بنفسه وشامل عام الأدات مستقلة ليست عامة وشاملة يلجأ إليها ابتداء هذا يلجأ إليه ابتداء هذا لا يلجأ إليه ابتداء الأدات التشريعية ليست مستقلة تحتاج إلى مقوي فمفهوم المصدر خلص مستقل بذاته فإذا كان أقل مقيل أو مذهب الصحابي مستقلا بذاته عند أحمد الشافعي وأبو حنيفة فما بالك بمثل هذا أظن وضحة للمسألة والله سبحانه وتعالى أعلم أنواع الإجماع عندنا أنواع الإجماع ثلاثة الإجماع السكوتي إجماع الصحابة إجماع أهل المدينة هذه القضايا تذكر في باب الإجماع الإجماع السكوتي في الواقع الإجماع الأول واضح جدا اللي هو في تنصيص الصريح الإجماع الصريح وهذا اللي عندنا أشكال فيه اللي ما عم نقدر نقول والله أنه كل واحد قد لا لو عندنا على طريقة التصويت الإلكتروني كل واحد بيك بسزر طوط أنه طلع عندي والله في خراسان الفقير فلاني يقول لك طوط طلع الفقير الثاني الفقير الثاني من ما بعرف وين بقول لك كل الطوطات ضوولي أحمر أنه الفقاء أجمع عرفنا المسألة هذا الأمر ليس على هذا النحو فإذن نحن أمام أمام صيغة تانية طيب أخي بلى ما عم يطوطو طبع أقل شي سكت مع قدرته على التطويت مع قدرته على الاعترام ما ذكر وسكت فهل يعد ذلك إجماعا أو لا يعد في الواقع جرى كلام فيه المسألة جرى كلام فيه نمر عليها وإذن الإجماع المنعقد وفيه من لم يصرح مع قدرته على التصريح أما عدم قدرته على التصريح لا أنه غير قادر على التصريح وسكت فهذا لا يعني خارج محل النزاع أما الكلام مفترض في من هو قادر على التصريح فهذا يسمى بإجماع السكوتي طيب هل هو حجة وليس حجة الإجماع السكوتي عند الجمهور حجة عند الشافي ليس بحجة الشافي قال مقالته المشهورة لا ينسبوا لساكتين قول لا ينسبوا لساكتين قول هذا ساكت كيف تنسبوا له قول لعله قاله إني أخي إله قدرة وبيقدر وكذا وما في شيء وما حكى وشو بعرفنا أنه هن إله قدرة وهن ما إله قدرة ومن التناقضات أنه والله في قضية الطلاق في نكاح المتعة ابن عباس كان له رأي فيها قال ما قاله تهيبا لعمر أنه هذا غير قادر يحكي بوجود عمر طب هذا الرجل كان قادر يحكي بوجود عمر في الطلاق الثلاث وحي كان قادر يقول هالكلام شلون قادر يقول هاي وهي مقادر أولى واضح فإذن يعني في نوع من التحكم أو كلام نظري افتراضي هذا كلام نظري فلذلك يعني لازم يكون يعني ينظر إلى الأمر بموضوعية والموضوعية أن لا يكون حجة بذاته لكن ممكن يعني ما هو حجة ما سقط فين يتعامل معه كأدات أو فين يتعامل معه كمرجح يعني إذن لا ننسى أنه لا يعني سقوطه بالكلية وإنما نزول درجته هذا كتير مهم نزول درجته فعندما لا يكون حجة عند الشافئ لكن له اعتبار له اعتبار فهذا ينبغي أن نكون واضح في أذهاننا وهو مخرج في كل ما ورد من ما يعرف في الأدلة المختلفة إجماع الصحابة حجة في عصرهم عند الظاهرية ومن بعد لا وحجة في كل عصر عند الجمهور إجماع الصحابة في كل عصر حجة والحقيقة أن الإجماع إجماع إذا ثبت تعاملنا معه في كل عصر وإذا لم يثبت تعاملنا معه بعدم الثبوت في كل العصر فيامن أقول هو حجة في كل عصر يامن أقول ما هو حجة أساسا يامن أقول ما هو حجة أساسا طبعا انتبهوا جيدا عندما قول الشافئي لا يرفض هذا يقول هذا غير موجود الشافئي ما يرفض يقول لا لا ليس حجة هذا الإجماع مهيك الكلام وإنما هذه الصورة لا تنعقد وتنعقد صورة أدون منها هذا معنى كلام الإمام الشافي رحمه الله تعالى ينبغي أن ننتبه إليها عمل أهل المدينة ويقال له وهي كلمة أفضل من إجماع أهل المدينة أو مذهب أهل المدينة له مزية في الواقع عمل أهل المدينة وهو أنهم يعني البيئة التي ورجت فيها عليه الصلاة والسلام لا تزال قائمة أثر البيئة معروف فالبيئة حاضرة والنبي عليه الصلاة والسلام قد أسس هذه الأحكام وشرح هذه التشريعات وبقي الناس يتناقلونها ومعلوم أن الأسوة كانت عملية في الفترة الأولى يكفي ليش ما نقل عن أبي بكر فقه كثير متى ما نقل عن ابن عباس لأن زمان أبو بكر كان كل حواليه صحابه يعني ما إجا جيل ما شاف الوحي فالجيل اللي شاف الوحي كان عايش مع أبو بكر وعمر فما نقل عنهما من الفتية كما نقل عن من بعدهم ليش ابن مسعود أو ابن عباس خلني أقول أو ابن عمر الفتاوة أكثر من أبيه ما نقول عنه وأبو أعلم منه مئات مش مئات يعني كثيرا أعلم منه لسبب أنه الجيل اللي ما عاين الوحي مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيل في الواقع ما شاف قدوة العملية صار يسأل فتصدوا للإجابة الجيل اللي من الصحابة عاش مع هؤلاء وهم صغار الصحابة فكانت فتاوة عائشة وفتاوة ابن عمر وابن عباس أكثر من أبي بكر وأكثر من علي لماذا ذكرت ولماذا بيّنت طيب إذن القدمة العملية اللي هي الأساس مذهب أهل المدينة هي التي تجعل لعمل أهل المدينة مكانها ولا مثل ومثل غيرهم مثل ومثل غيرهم لكن لا كون الوحي موجود عندهم وتناقلوه كان له مزية وخصيصة وبالتالي كان الإمام البخاري يرجح من الحديث رواة أهل المدينة مش يرجح أفضل يبدأ بهم يستفتح بهم يستفتح بالمدنيين من المحدثين وهو ماشي هذا الإجماع اللي هو عمل أو مذهب أهل المدينة أي نعم في الواقع من باب التوارث المعرفي باب التوارث المعرفي نعم من هذا الباب جانب هو حجة وإذا ما قال به الإمام مالك الجمهور قال ليس حجة طبعا في تمئيه صار في شيء له علاقة بالعدديات نحوه هنا الكيل وكيل أهل المدينة ففي نص يؤيد ذلك هذا بالتفقين هذا يرجح على ما سوى عمل أهل المدينة في الكيل يرجح على ما سوى لكن في القضايا الثانية كيف يكون يعني العلماء تعاملوا معه بنوع من التساوي مع غيرهم ملحظ أهل المدينة أنه يا جماعة هؤلاء العين والوحي وشافوا وآموا وحطوا ملحظ غيرهم أنه يا جماعة على الرغم من ذلك كان فيهم أشخاص عاشوا في المدينة ما يعني امتثروا لهذا كله ابن مسعود ماته وهو يطبق كيف يطبق؟ يعني يركع لا يضع يديه على ركبته يضع يديه بين الفخدي بيمسك بطاط يعني فخده وهو راكع بينما الركوع بمسك الركبتين فإذن إذن هو طيب ما عاشوا وين السمر العملية إذن؟ وين الممارف إيش؟ فذكروا أشياء من هذه القضية ما أود أن أقول باختصار ملاحظ أهل العلم في الواقع وجهة يعني ما حدا بيحكي تشهيا المالكية بيّنوا عن وجهة نظر تصح في قضايا وفي قضايا كثيرة وهذا الملحظ راعال إمام كما قلت البخاري في صحيحه فبدأ بحديث أهل المدينة هذول أعلموا بسنة الرسول عاشوا معه وأباؤهم عاشوا يعني اتباعا جيل عن جيل فعاشوا بطريقة مع الوحي وعاينوه فهم أدروا بالحديث والحديث كانت عندهم في الواقع يعني حديث تضبط حديث عيلات وكان كتابه فلان عند أهل بيتي كتاب عبد الله بن عمر ضل عند ولده محمد وعمر بن شعيب كان عنده الصحيفة نعم وهكذا فكانت يعني في توارث تقاليد تقاليد علمية يعني للعائلات موجودة فإذن هذا ألو احترام يا جماعة هذا ألو احترام فالحديث عن مثل هذا هو محل اعتبار نعم الآن أنتقل بكم إلى القياس ناخد استراحة شوي ونصلي ناخد استراحة ونصلي كلام القياس شوي بالدطول إن شاء الله جزاكم الله خير الحمد لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة